الجهاز الوريدي في الحمامة يتشكل الجهاز الوريدي واحد الأوردة الجوفاء الأمامية تشمل وريد وجي يأتي بفروحه من الرأس والرقبة وريد تحته ترقوي إذن عدنا هذا القلب هنا يجمع لنا يدخل لنا للقلب يسموها أوردة يجمع بها غاز ثاني أكسيد كربون إذن مجموعة من الأوردة الجوفاء الأمامية هذا يسمونا أوردة الجوفاء الأمامية يجيب لنا الدم من الرأس والرقبة عن طريق شسم وريد وجي وتحت القوي هذا يحمل من الجناح وعضلات الصدر يلم منه غاز ثاني أكسيد كربون من هذه الجهة ومن هذه الجهة هاي سموها أوردة الجوفاء الأمامية وين يصبون؟ بالأوذين الأيمن لونه أزرق محمل بغاز ثاني أكسيد كربون الوريد الأجوف الخلفي هذا هو الوريد الأجوف الخلفي شوف هذا الوريد أجوف خلفي لحيجمع لنا الدم من الأجزاء السفلية من الطير أما هاي الأوردة الجوفاء الأمامية يجمع لنا الدم من الرأس والرقبة عن طريق الويد الوجي وتحت الترقوي مع هذه الجهة ونفس الشيء الجهة الثانية اللي هذا وجي وهذا تحت الترقوي هذا تحت الترقوي هم جايبنا من الجناح ومن منطقة الصدر هم من الدم اللي محمل بغاز ثاني أكسيد كربون وين يصبون؟ بالأوذين الأيمن هذولي هذا الأوذين الأيمن الوريد الأجوف الخلفي يجمع لنا الدم من الذيل هاي منطقة الذيل ويجمع لنا الدم من الفخذ ومن هذا الفخذ هذا الذيل وهذا الفخذ يعني الرجل يسموه وريد فخذي يجمع لنا الدم من الذيل ومن الأفخاذ يمر بالوريد الكلاوي هاي الكليات هاي هذا الوريد الكلاوي إذن يجمعنا الدم عندنا الذيل وريد ذيلي ونفخذ ويمر بالكليتين همه يجمعنا إياه حتى هنا يجمعنا الدم من الأحشاء الداخلية من الكبد والأمعاد الدقيقة والغليظة هاي يسمون مسارقي يعبرنا على الوريد الكبدي هذا الوريد بابي الكبدي يعبر وين يصبوا الناية كلها يصبون شي يسمونه وريد أجواف خلفي وين يصب الأذين الأيمن هذه الدورة الدموية هاي يجمعنا الدم عن طريق 2 أوردي الجوفاء الأمامية اللي يجيبنه من الراس يسمونه وديه وريد وديه واحد منها واحد منها وهذا الفرع اللي يجيبنه من الجناح ومن الصدر يسمونه تحته ترقوي اللي من نياه يسمونه أوردي الجوفاء الأمامية صب الأذين وهذا الوريد الأجواف الخلفي اللي منه الدم من الذيل والفخذ ومار بالكلة ووريد البابي الكبدي يصب منه بالأذين الأيمن زيه هذا شنو الدم؟ كلها محمل بغاز ثاني وكسيل كاربون الثلاثة الأوردة الرأوية هاي الأوردة الرأوية تجينا منها من الرأتين نجمع لنا الدم أوردة تتحد بعدين واحد إذا زوج من الأوردة تقود بالدم من الرأتين وتتحد قبل دخولها الأذين الأيسر لتفتح بفتحة واحدة دورة الدموية الصغرى منها هذا هذا يروح للرأتين هذا قلنا أبهر رأوي يصعد يروح للرأتين لونه أزرق كله محمل بغاز ثاني أكسيل كاربون يروح للرأتين تم تبادل غازي يرجع لنا يصب لنا هنا أوردة رأوية اللي تكون عبارة عن زوج من الأوردة بها غاز الأكسجين تدخلنا بالأذين الأيسر عن طريق فتحة واحدة نتجي هنا تنزل هنا دم نقي اللي هو يصعد لنا عن طريق هذا الأبهر الجهازي الأيمن يصعد يروح للرأس قوس الأيمن إذن هاي سموها الجهاز الوريد نفسه هذا بس هاي شنو حطيني هذا الأذين خاصة القلب كله هاي جمعنه هنا هذا الوجي وهذا تحت الترقوي هذا الوجي وتحت الترقوي يصبون بالأذين هذا نفسه نصبون بس هذا الرسم لن تستخدم هذا الراسم هذه الوريد الأجوف الخلفي يصبون بالأذين الأيمن يجمع الدم من الوريد الزيلي و الفخذ يجمع الدم من الوريد الزيلي و الفخذ يجمع الدم من الوريد الزيلي موجود يجمع الدم من الوريد الزيلي و المحمل بغاز الزيلي محمل بغاز ثاني اوكسيل كربون اما اووردة الرئوية زوج من الوردة جاءت من الرئتين تتحد فتحة واحدة تصب الأوذين الايسر محملة بغاز الاوكسوجين لانشان عملية تبادل غازي شوفوا هذا نفسه يجمع من الوريد الذيلي ووريد كلوي ووريد بابي كبدي محمل بغاز ثاني اوكسيل كربون يصبونه بالأوذين الايمين هذا من هو؟ هذا ووريد اجوف خلفي وهذا الامامي ووريد اجوف امامي اوورده واحد ومنها واحد هاي اثنين يصبونه به يعني نفس هاي الدورة الدموية الرئوية اذا منها تبدأ نفس الانسان الطيور بس الابقوس الابهر يختلف فهذا هنا شوف هذا هذا بالطيور سموه الابهر الرئوي يعني ابهر يعني يطلع من القلب يروح للرئتين تفرع الى رئتين لان الطيور او الانسان يحتوي على رئتين اثنين فهذا الابهر الرئوي من اسمه رئوي؟ يروح للرئتين يتم تبادل الغازي ينزل لنا عن طريق الاوردة الرئوية لزوج وتتحده فتحة واحدة تحولت من دم غير نقي الى دم نقي ثاني اوكسيد كاربون صار غاز الاوكسوجين ينزل لنا من الاذين الايسر الى البطين الايسر النوبة الابهر الجهازي هذا الانسان الطيور لا اصير على جهة الاسرة نفس الشيء هم تجهج توزع الى نحاء الجسم هاي الجهازية تروح كل مكان النوبة يلمنا اياهم عن طريق هذا وريد اجوف اسفل يلمنا اياهم من الذيل ومن الفخد ومن الكلية وهاي صبونا مرة ثانية ونفس الشيء من الراس همه وجي وتحت ترقوي وجي واحد تحت ترقوي صبونا هنا لهذا العلوي يعني نفس الانسان هذا يشبهن بهاي هاي الدورة الرئوية وهاي الدورة الجهازية يحتوي دم الطيور على كرة دم حمر محدبة الوجهين هاي الدم بالطيور تكون محدبة الوجهين هاي كرة دم الحمراء بالطيور احنا بالانسان بالعكس مقعرة حفرة من نانة شوف هذا الدم بالطيور ويحتوي على نوات احنا ما عندنا نوات بالدم بالانسان وما تحتوي كرة دم الحمراء على نوات هنانة بالطيور بها نوات شوف هذا هاي المسافة بكرة دم الحمراء هاي شكل كرة دم الحمراء بها نوات هم اختلاف هذا الثاني احنا ما بها نوات وهنا تكون محدبة الوجهين احنا بالعكس مقعرة بالانسان وتكون كرة دم البيض نشطة وذاته كفاءة في الطيور ساهم في اصلاح الجروح وتحطيم الجراثيم